عايزة أبدأ معك بلقطات النهاردة بلقطة أنت كنت طلبتها لمحمد أبو جبل اه طبعا يعني محمد أبو جبل من أسوأ الحاجات والأكبار اللي واحد سمحها إصابته بصراحة يعني أزعجتني بشكل كبير جدا وبالأخص إن الكرة اللي تم إصابته فيها مش هي دي الكرة اللي تعمل إصابة رباط صليمي بص يعني بص هو راجل قلش قلش عادي خالص يعني مفهاش يعني انت عارف إيه مفيش التحام مفيش تدخل مفيش أي حاجة يعني حتى بعد ما تفرغنا على النطش وشفناه وخلصنا اللقطة يعني كرة تمت قلش عادية جدا فدي بترجع لحاجتين مهمين جدا أو تحت حاجات برضه عشان ما نظلمش رقم واحد أرضية الملعب ودي من النقط اللي بتأثر كتير جدا على لعيبة الكرة بالأخص في الإصابة في رباط الصليمي وده حصل مع ناديين يعني في لعيب في فيوتشر هاتوا لقطة تانية شباب اتصاب برضو نفس الإصابة اسمه محمد عبدالله تقريبا لعيب في فيوتشر برضو رباط صليمي فده نوعية الملعب وده لازم نهتم بيه بشكل كبير جدا نحن عندنا اللعيبة محترفة ولعيبة بتلعب أه يعني بص ألش عادية جدا أه ده أستاذ القاهرة ده بس أرضية الملعب ممتازة مش ملعب أستاذ القاهرة ده أنا مش بتكلم على أرضية ملعب لا أستاذ القاهرة ده بالضبط عنده المشكلة خلي بالك مع القطع ده بيفضل فيه مشكلة لحد ما بقى خلاص إيه الرباط الصليبي نفسه على الطرف الأخير يعني جات في كرة الألشة خلاص قطع يا إما حمل تدريبي زايد حصل عليه وحمل التدريبي مش الشرط أنه يكون مدربه أو المدرب الفرق اللي بيشتغل معاها ممكن يكون هو بياخد الأحمال التدريبية كويسة ويكون بيطلع هو يحمل على نفسه حمل زيادة في التدريب فالحاجتين دول أو التالت حاجة والحاجة التالتة طبعا تقديرات ربنا لأن في الأول في الأخر كرة في الأول وآخيرا كده الكرة مش إصابة يعني إيه كرة مقلوشة يعني يا دوبك يعني الرجل فردت وتنت مع نفسها كده ما هيش الحاجة القوية اللي اتأثر في العيب زي محمد أبو جبل فقطها في الرباط الصليبي